إن كنت تبحث عن زيادة المشتركين في قناتك عبر يوتيوب وزيادة المشاهدات إن كنت تبحث عن أسهل طريقة للحصول على ألف مشترك وأكثر من أربعة آلاف ساعة من المشاهدات فأنت الآن مع الفيديو المناسب حيث سأعلمك كيف تمكنت بسهولة من زيادة المشتركين في قناتي بطريقة قانونية وشرعية وضعفتهم أكثر من ستة مرات في أقل من شهر كل هذا وأكثر بعد قليل تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء أهلا بكم اليوم إن شاء الله سأريكم كيف تحصلون على عدد كبير من المشتركين في قناتكم في يوتيوب بطريقة سهلة جدا وكيف تمكنت شخصيا من مضاعفة عدد المشتركين الخاص بقناتي فكما تلاحظون يعني أكثر من ستة آلاف مشترك شهريا هذه الاستراتيجيات لن تجدها أبدا في يوتيوب لن يشرحها لك أي إنسان آخر فهي طريقة الشخصية التي أعتمدها لزيادة عدد المشتركين فكما ستلاحظ معي حسب الأحصائيات الحينية من موقع سوشيال بلاد حاليا عندي أكثر من ستة آلاف وثلاثمائة واثنى عشر يعني مشترك شهريا فسأشرح لكم ذلك بالتفصيل خطوة بخطوة وجميع الاستراتيجيات التي أعتمد عليها شخصيا لتحقيق ذلك فلا تبخل علي أخي بضغط لايك أتمنى أن يتجاوز هذا الفيديو الألف لايك شكرا لكل من يدعمنا تابع معي الشرح يعني بصراحة كنت سابقا أعمل مثل ما يعمل الجميع منكم يعني أضع الفيديوهات ولكن للأسف يعني تقريبا عدد السبسكرايبر ضعيف جدا ما في تحسن بالمرة ولكن عندما بدأت باستخدام الاستراتيجيات الصحيحة فلاحظوا معي يعني العدد السبسكرايبر زاد معي كثيرا كنت فقط 10 ألف مشترك وصلت تقريبا 49 ألف مشترك وحاليا أتجاوز 60 ألف مشترك يعني بكل سهولة ننطلق الآن مع الاستراتيجيات والاستراتيجية رقم واحد ضع الواتر مارك بصيغة اشترك عبر يوتيوب يعني بهذه الصيغة هذه الصيغة كنت سابقا أضع اللوغو الخاص بمدونتي فيعني الناس لم تكن تتفاعل كثيرا عبر الاشتراك ورغم أني أطلب من الناس الاشتراك في قناتي ولكن عندما غيرت الواتر مارك الخاصة بالاشتراك كالسبسكرايب الخاص بيوتيوب تضاعف عدد المشتركين في قناتي كما كنت أبين منذ قليل هذه الواتر مارك يعني تجلب الانتباه للإنسان وتجعله يعني يقوم بوضع سبسكرايب في قناتك يعني بطريقة سهلة وكأنها تقول له هذا هو زر السبسكرايب قم بالضغط عليه لمن لم يعرف كيف يغير الواتر مارك الخاص بقناته سأريكم ذلك الآن لتغيير الواتر مارك يكفي أن تضغط على شان ثم بريندينج وهنا ستجد الواتر مارك الخاص بك إن لم تكن تمتلك واتر مارك فستقوم بإضافته ثم عمل أبديت طبعا الواتر مارك يجب أن يكون بدون خلفية مع شعار سبسكرايب الخاص باليوتيوب وهنا ضعه أنتيجراليتي دولا فيديو يعني كل الفيديو وليس مثل ما هنا يقول في نهاية الفيديو أو في أول فيديو أنت ضع هذه الأوبشن يعني في كامل الفيديو حتى يعني وكأنك تشجع المستخدم أو من يشاهد الفيديو على الاشتراك في قناتك الاستراتيجية الثانية وهي أسميها استراتيجية الفيديو السحري للقناة لماذا أسميها استراتيجية الفيديو السحري للقناة لأن هذا الفيديو أو الفيديو التريلر الذي في أغلب الأحيان يضعه الناس يقدم ما تمتلكه القناة ما تحتويه من معلومات هو أهم فيديو خاصة للناس الجدد الذين يكتشفون قناتك طبعا هذا الفيديو سيشجعهم سواء على البقاء في القناة والاشتراك بها أو أن المحتوى الخاص بهذه القناة وبهذا الفيديو غير مهم لهم فيقومون بترك قناتك خاصة هذا للناس القادمة من بحث اليوتيوب ومن السيجيست الخاص باليوتيوب فأول فيديو سيهتمون به هو هذا الفيديو السحري الفيديو الخاص بقناتك أي فيديو تختار؟ كيف تقوم باختيار هذا الفيديو؟ بناء على ماذا؟ هناك العديد من الناس رأيتوا أنهم يقومون دوما بوضع آخر فيديو كفيديو تعريفي بالقناة أو يختارون ذلك الفيديو عشوائيا أو يقومون بطلب الفيديو يعني بطلب فيديو مثلا من مختصين في موقع خامسات أو فيفر أو غيره لتصميم فيديو احترافي مثل فيديوهات الموشن جرافيكس وغيره التي تشجع على سبسكرايب هذا جيد لن أقول أنه سيء ولكن أنا استراتيجيتي السحرية مختلفة تماما تابعوا معي أي فيديو سنختار اختيار الفيديو الأفضل أو الفيديو السحري الذي أسميه بالفيديو السحري لأنه ذلك الفيديو الذي سيجلب المشاركين لقناتك هو عن طريق اختيار أفضل فيديو كيف ذلك؟ ستضغط على أناليتيكس في قناتك ثم ستضغط على أبوني ثم ستضغط على باشد الكتير فيديو طبعا يختلف ذلك من لغتي اليوتيوب الخاصة بك ولكنها نفس المراحل فلاحظوا معي عندي مثلا هذا الفيديو لو قمت بالضغط عليه فكما تلاحظون هذه هي المشتركين التي حصلت عليها سأعود إلى الخلف ممتاز فلاحظوا معي هذه الفيديوهات التي أتت لي بالمشتركين يعني نفو أبوني هذا الفيديو أتى لي في آخر 30 يوم يعني ب900 مشترك هذا الفيديو 500 400 200 يعني أنت لك الحق اختيار في أحد هذه الخمس فيديوهات التي حصلت لك على أفضل مشتركين بما أنها حصلت على نسبة كبيرة من المشتركين هذا دليل أن هذه الفيديوهات ناجحة وأنها قادرة على جلب مشتركين جدد فيكون أفضل لو وضعتها في مكان التريلر الخاص بقناتك والدليل على أنها فيديوهات ناجحة أنها أتت لك سابقا بعدد كبير من المشتركين مقارنة ببقية الفيديوهات الخاصة بقناتك فلذلك يمكنك أن تضعها هناك وصدقني لو كان الفيديو الذي تضعه في التريلر أحد الفيديوهات الناجحة لديك ستضاعف في شهر واحد أكثر من 6 مرات عدد المشتركين في قناتك بكل سهولة الاستراتيجية الثالثة عن طريق البلايليست ليس فقط كما يقول لكم البعض قم إنشاء بلايليست وتحصل على عديد المشتركين وعديد المشاهدات وغيره ليس كذلك ركزوا معي جيدا عندما تقوموا بإنشاء بلايليست حاول دوما أن تضع الفيديو الأول أكثر فيديوهاتك الناجحة في هذه البلايليست أنا شخصيا أعتمد على هذا الفيديو لشرح بطاقة ينديكس ماني لأني كنت أول الناس الذي شرحها في الويب العربي ولاقت هذا الشرح يعني استحسانا كثيرا للعديد من المتابعين والحمد لله وعلى فكرة البطاقة لازالت شغالة لهذه اللحظة وقد حصلت على بطاقة ثانية سأشرحها في دروس لاحقة إذن البلايليست مهمة جدا لجلب المشاهدات فأنت ما ستفعله أنك ستختار أحسن فيديو ناجح لك فستضعه في بداية البلايليست ومن ثم ستضع بقية الفيديوهات وبما أن الفيديو الرقم واحد الذي وضعته هو ناجح بطبعه فالناس الجديدة التي ستدخل على هذا البلايليست وسترى الفيديو الأول وبما أنه ناجح ستقوم أوتوماتيكيا بمشاهدة بقية الفيديوهات وبالتالي الاشتراك في قناتك وزيادة المشاهدات زيادة المشاهدات يساوي زيادة الاشتراكات كما شرحنا سابقا فهذه الاستراتيجية الثالثة التي أعتمدها أحاول دوما أن أضع أفضل فيديو لديك الفيديو رقم واحد في البلايليست كي يشجع الناس على مشاهدة بقية البلايليست الخاصة بي الاستراتيجية الخامسة وهي أن تجعل قناتك براند كيف ذلك؟ يعني أن تجعل قناتك باسم مشهور نفس الاسم تستخدمه في قناتك عبر اليوتيوب الفيسبوك تويتر وكل مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا موقع الويب حاول أن تسميها جميعا بنفس الاسم كي تجعل الناس يتذكرون هذا الاسم وتصبح قناتك براند فيما سيساعدك ذلك في أن الناس ستتذكر هذا الاسم وبما أن قناتك براند لاحظوا معي هنا في البحث في خاصية فيد الكيو يقول أنه البحث شهريا عن كلمة مدونة الأرباح يعني الناس التي تبحث عن مدونتي عن طريق كتابة مدونة الأرباح في محرك البحث في اليوتيوب هي 1500 بحث شهريا يعني أكثر من 1500 إنسان يكتبون كلمة مدونة الأرباح قصد البحث عن مدونتي والدخول إليها فأنت أيضا حاول أن تجعل قناتك براند اسم معروف والناس ستتذكره حول نفس الاسم تستعمله في موقعك في صفحاتك حتى في الصور الخاصة بك حاول أن تضع نفس الاسم وبذلك الناس ستتذكر هذا الاسم وستصبح تبحث في البحث نفسه عن ذلك الاسم سابقا كانت لي تجربة سيئة عند إنشاء مدونة الأرباح كنت أسميها لا أدري إن كنتم من الناس القدماء في مدونتي كنت أسميها الربح من النت يعني وكان ذلك خطأا فادحا مني يعني تقريبا في عام الإنشاء الأول لموقعي ولقناتي عبر يوتيوب لم يكن هناك أي مشاهدات وتحسن مثل التحسن الحالي ولكن طبعا استراتيجياتي أنا أشرحها لكم فلا تبخلوا علي بلايك إخوتي الأعزاء الاستراتيجية السادسة عن طريق الفيديوهات المقترحة من يوتيوب إياك أن تهمل الفيديوهات المقترحة من يوتيوب لماذا؟ لأن الإنسان الذي يتفرج في فيديو الخاص بك فأعجبه هذا الفيديو فالسؤال الذي سيقوله إذن هذا الفيديو رائع ماذا بعد؟ أنت ما ستفعله أنك ستقدم له اقتراحات فيديوهات لها علاقة بهذا الفيديو ليس أن تختار أي فيديو من قناتك وتضعه كفيديو مقترح هذا خطأ كبير بل ستضع له فيديوهات لها علاقة بنفس المحتوى لذلك الفيديو يعني ما يقوله ذهن المستمع أو الذي يشاهد قناتك أو يشاهد الفيديو الخاص بك نعم أعجبني هذا الفيديو وماذا بعد؟ مثلا هنا أربح من الانترنت مع طريقة رائعة لتحقيق دخل شهري هنا ماذا بعد؟ آه أوكي هذا جيد ربح المال عن طريق النسخ واللسق عنوان جيد يعني ومقال رائع إذن سأدخل على هذا الفيديو وذلك سيساهم أكيد يعني في زيادة اشتراكاتك لأنه إنسان شاهد الفيديو ثم انطلق إلى ثاني ثم انطلق إلى فيديو ثالث هذا دليل على أن هذا الإنسان سيشترك بإذن الله حتما في قناتك الطريقة الموالية وهي الأهم حسب خبرتي لزيادة المشتركين في قناتك وهي عن طريق زيادة المعدل في مشاهدة الفيديوهات الخاصة بك يعني كلما زاد معدل لنسبة المشاهدات بالدقائق في الفيديوهات الخاصة بك كلما ساعدك ذلك لجلب مشاركين لماذا؟ لأن اليوتيوب أوتوماتيكيا الناس الذين يحصلون على عدد دقائق كبيرة للمشاهدات هذا دليل أنه يعني الفيديو الخاص بك أو الفيديوهات الخاصة بك هي جيدة فخوارزميات يوتيوب أوتوماتيكيا تقوم بتفضيلك على نتائج البحث الأخرى وتقوم بعمل سيكجست للفيديوهات الخاصة بك مع الفيديوهات الكبيرة وبالتالي ستحصل على مشاهدات عديدة وستحصل على مشتركين كثر بطريقة سهلة أنا أنصحك لزيادة المعدل الخاص بالمشاهدات لك في اليوتيوب أن تبتعد كليا على إنشاء الفيديوهات تلك التي تكون أقل من ثلاث دقائق لو قمت بإنشاء فيديوهات أقل من ثلاث دقائق فنقول أن البرسنتاج أو نسبة مشاهدة الفيديو مثلا 50% وليس 23% فقط بنسبة لي 50% يعني الدقائق التي سيقضيها الناس في الفيديوهات الخاصة بك ستكون دقيقة ونصف وهذا سيكون إرسالا سلبيا لليوتيوب أن الفيديوهات الخاصة بك ليس فيها وقت مشاهدة كبير طبعا مع مراعاة نوعية القناة ليست قنوات الأفلام مثل القنوات التقنية أو قنوات الشروحات مثلا ولكن حاول دوما أن تحصل على نسبة دقائق كبيرة كي تحصل على مشتركين كثر عن طريق السيكجيست الخاص باليوتيوب وهنا أنا أنصحك دوما أن تقوم بإنشاء فيديوهات تتجاوز الخمسة دقائق هذا أهم شيء وأفضل شيء حسب تجربتي الشخصية هذه كانت النصائح التي قدمتها لكم اليوم للحصول على مشتركين كثر ولزيادة المشتركين كما بيّنت منذ قليل هي استراتيجياتي الشخصية لن تجد أحدا في اليوتيوب يشرحها فلا تبخلوا عليها بضغط لايك والاشتراك في قناتنا إن كانت أول مرة تزورنا وخاصة تفعيل زر الجرس لأنني دوما أقدم عديد الاستراتيجيات الحصرية للربح من اليوتيوب والربح من الانترنت شكرا لمتابعتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة